الجلسة الكاملة السادسة أو ما قبل الأخيرة لللجنة التاسعة عشر للحزب الشيوع الصيني توصف بأنها من الجلسات التي لا تقل أهمية عن سابقاتها في استكمال المخطط الطموح لجمهورية الصين الشعبية الذي وضعته اللجنة المركزية للحزب يرى مراقبون عراقيون أن ثمة عكاسات إيجابية لهذه الدورات على المستوى المحل الصيني وكذلك على مستوى العالم بعد رفع الصين شعار التنمية المستدامة والعيش المشترك هذه الدورة السادسة لاجتماع اللجنة المركزية سوف يستمر على النهج السابق هو بقضية المساعدة للشعوب وقضية الاستقرار العالمي وأنا أعتقد هذه الدورة السادسة أيضاً ستناقش قضايا كبيرة تحديات واجهة الجمهورية الصيني الشعبية بالأخص بعد وباء الكورونا أنا أعتقد يمكن هذا الاجتماع رح يوضع حلول وتطمينات لكل شعوب العالم بأنه الصين هي باقية داعمة للاستقرار والأمن العالميين وأيضاً لشعوب المنطقة تصادف الدورة السادسة لللجنة التاسعة عشر للحزب الشيوع الصيني إكمال الحزب مئة عام حافلة بالإنجازات السابقة مع وضع خطط لتذليل العقبات الحالية والمستقبلية لمفاصل مهمة في مقدمتها البيئة والمناخ والاقتصاد ومحاربة الفقر وتعزيز جهود السلم الدولي الدورة السادسة للحزب الشيوع الصيني مهام أساسية وعالمية في نفس الوقت إضافة للجانب المحلي الجانب العالمي وهو موضوع البيئة النقطة الثانية وهو السلام العالمي لأنه تحول العالم إلى صراعات وخصوصا كان قطب واحد إلى قبل عشرين سنة الآن لا أصبح أدت أقطاب الاجتماعات الأخيرة للحزب الشيوع الصيني تبدو بعيدة عن البروتوكولية بل ستنتهي بقرارات مهمة لتعزيز نهضة الصين المستندة على الاشتراكية ذات الخصائص الصينية وعلى ما يبدو فأن الدورة الكاملة السادسة لللجنة المركزية التاسعة عشر للحزب الشيوع الصيني هي خطوة في طريق مائة عام من النجاح قضاها الحزب على مستوى الإصلاحات المحلية والخارجية من بغداد محمد حميد سي جي تيان العربية